أريد أشغل الغسالة مالهدوم أخسر الغسالة يأتي ألقاه واقف وراي يابا شكو شبيك شعندك هنانا طب استلمتها تشلالي قدفراتي بدت الكلب تشتكين لأهلك علي تردين تفضحيني قدام العالم وهو علي على أساس حكم لأنه هارب من الجيش ومطلوبة بسبب الهروب من الدوام من أيام اللي كنت عود أريد أطلع من العراق أنا وألحق أهلي شوفوا أنا تعرفت عليها بالمظاهرات من الثورة التشرين شوانا تنشر فيديوهات وأغاني وصور وإجازة تشجيعية وبحجة أنه أنا واحد من المتظاهرين بدتلها من هذا الباب وبدأني نسولف وقعم الكلام يجي وقعدت أحكي لها شلون أنه أنا عايش نانا وحدي وأهلي كليتهم في فنلندا وأنا حاولت أكثر من مرة أنه أسافر حتى ألحقهم بس ما قدرت طلعت تهريب اللي لزمت مرة بتركيا اللي لزمت مرة باليونان ورجعت حاولت مرتلاق وآخر مرة اللزمت بتركيا وأخذوا جوازي وبعد ما أقدر أطلع لأنه صار علي منع وهذا الحد شي كله كذبوا مصاير يعني أنا من يمي ده أجيبه وألزقه حد شي ده غني أبراسها يعني ولي قدام بالقصر راح تعرفونه ليش هذا شيء أنا لش نتسوي استمر الكلام بينها تنشيئي جرشي لحد ما قاعدت تحكي لي عن حياتها بكل أرياحية وشلون إنه هي بشرتها سمرة سمرة طوخ كلش وكانت دائما انتعاني من تنمر الناس والقرائب حتى أهلها اللي كانوا يعيروها بهذا الشيء وقرائبهم اللي بناتهم يحكوون إنه هاي راح تعنيس ومستحيل أحد يتزوجها وهي بهالشكل والسمار واللي أقصد به نانا أنا طبعا السمار القبيح يعني فهل شي دمر حياتها من هي وصغيرة وانا اتحكي لكم عن زواج اللي هو بالنسبة للبنية تقريبا أهم شغلة بالحياة ما هي دائما أو كل البنات يتخيلون روحهم يوم الزواج يوم بدلة العرس زواج هاي راح يصير الحافلة وإلى آخره يعني هذا الموضوع جدا مهم عند البنات فهذا الكنام والتنمر اللي عاشته خلاها توصل للمرحلة إنه بس تريد تتزوج خلاص بس المهم بس أريد رجال وكل اسمي متزوجة ولحدشي دعشينكم تروا عمرها صار 22 سنة بس المشكلة وين البيئة اللي جاية من عدهم 22 بالنسبة لهم يعني عانز عجوز مو مو بنية شابة ما تدري هسا للثلاثينات ما ديقبلوني سواجون المهم تسالف لواني متفاعلوا إياها بالكلام وسوي روحي متأثر شون هسا أنتوا راح تتفاعلون على هذا الفيديو وتحطوا لي لايك وتعليق وشير وتشتركون بالقناة أتفاعلوا إياها وقولوا لا الله عليك مستحيل أغني برأسها وهمة للي قدام بالقصة راح تعرفون عني ليش نتسوي هيك شي لحد ما قالتلي إنه شون بيوم من الأيام أكو ولد شافها ونعجب بيها وتعرف عليها وخطبها من أهلها طبعا هي حجتلي بالتفصيل كيف حدث التعارف وكيف حدث الزواج والعلاقة التي بيناتهم بس هاي ما رح سأقول لكم إياها اللي إنه مو مهم بقدل جاي بس مختصر للقصة إنه هذا الولد اللي تعرفت عليها والزوجها طلع لا أوراق لا جنسية لا أهل لا فصل لا عشيرة حرفيا جاي من زرف الحياة طلع حرامي يبوق من الشغل يشتغل وحمال بالشورجة يكبسل ويشرب وهنا أنا تراني دا أحكي لكم عن زوجها هي مو عني آني أعتبر أنه أنا شريفة بهذه القصة يعني هذا الحكي هي قابلهم كيف يفهميني ما عدها أي مشكلة المهم أريد رجالي لتزوجه وصار عندهم أول طفل وهنا أنا زوجها تخبل من صار عنده طفل نزلي ونزلي نزلي وما يبقوا مدروا شنو يابا شنو يشكوا شبيك شه هال الدقو اللطم على شنو والله طرع الأنتين مو عندها أوراق ثبوتية فشنو راح يقدرون يسجلون هذا الطفل وهمين قاعدة تسولف لي معاناة هوية هالموضوع وشلون أهلها سعوية رجلها على مو يطلعوا لأوراق مضروبة ويمشي بها حالة وحتى لا يصير حمل مرة لوخ ويها الهوسة واللعيات والمدرشين هنوين قامت تأخذ حبوب منع حمل وأبر منع حمل همينه لحد ما وصلت المرحلة إنه هاي الحبوب والأبر قامت ما توالمها وقام يصير عدها نزيف فالدكتورة نصحتها إنه يابا أنت لازم تركين هالشي هيا تركت الدواء مننا هو صار حمل ثاني مننا من جتي قلت لي كل شيء ما سوى حتش عشايا واحدة قالها أنا أريد أطلقك يابا شنو شك وليش شنو تطلقني على شنو اللي صاير قال أشوفي باعة من الأخير أنا تعرفت على بنت ليال زنقينة وعدها فلوس السيارة وآني راح أزواجها ليش لأنه هي بس تريد كل اسمه إنه هو عدها رجال لا أكثر ولا أقل بس بشرط أنه ما تريد ضره لهذا أنا لازم أطلقك أدري هم من هجام تبيوت فقعدت تحكي ليش لون عياط وصياح ومعارة كوية أهلها والهوسة اللي كلكم تعرفوها يعني من يصير طلاق وضره ومدري شنو من هالسوالف خلي الجهال يمش أنا ما أريدهم ومنطها أي شي من حقوقها هذا الحكي شنو تحكي ليها على أيام دق اسوالف آن وياها من الليل للفجر وأنا بعدني متفاعل بالكلام وأسمعوا إياها وآه الله عليك وصدق لا ياتشلب على هاي الدق لحد ما طلقت ورجعت البيت أهلها فقررت إنه خلص تقعد وتسكت وتبدأ تربي جهالها فالناس الطيبة على الأساس اللي قولها شغل إنه تشتغل قدامة ببيت مرة شبيرة بالعمر على الأساس إنه هاي المرة كانت بالبرلمان ما أعرف شنو منصوبها يعني مو عضو بالبرلمان بس هيجي شي يعني فحجيت لشلون إنه وراحت لهناك وشتغلت يوم هاي المرة هي وجهالها يعني راحت عاشت يومهم حتى تخدمها طول الوقت ظلت يومها فتقول ور يومين ثلاثة إجا رجال غريب للبيت يابا منه هذا الرجال؟ المرة شبيرة قالت إنه هذا ابن عمي يعني على الأساس إنه يجي يساعدها يجي بالها مسواق مدر شنوين تقولي شو هذا ظل لاطش بيه وين ما أروح يروح وياي لاطش بظهري أريد شغل الغسالة ما لهدوم أخسر الغسالة يجي ألقاه واقف وراي يابا شكوا شبيك شعندك هنا لا لا ماكو شي بس أنا أريد أعلمكي شون الشغل ينهاء الغسالة إنهاي أوتوماتيك وما راح تعرفين تستعمليه فهي قالت لا لا أنا يعرف شون استعملها ما يعتاجه تقولي كان يقولها خوش لعب من تخلصين الهدوم صعدي للغرفة الفوق اللي هي على أساس غرفتها يعني روحي بدلي الفراش يعني بدلي الشراشف مع الفراش فهي قالت لأي أوكي تمام تقول أنا صعادت يعني خلصت الشغل بالغسالة صعادت فوق الغرفة أشو هذا ورا شوية يلحق وراي طب لغرفة وسد الباب قال أنا ما بالي بس من شفتهي كان رأس انفزيت وعطت قلت لشبيك شك وش عندك هناك قال لا لا ماكو شي بس ردت إنه أساعدش بترتيب الفراش ومادره شو نوين فهمي أنا صديتها يعني وقلت لا لا ماريد شكرا هذا الشغلي وأنا عرف شون أسوي وماريد أحد يساعدني بس بهالي أثناء من صحت وعلى صوتي اجتها المرة تسألي يا بشك وليش العياط فحشتلها إنه هذا هي تشو تشو دي يلحق وراي وصعد للغرفة تقولي شو هاي ردة تفعلها عادية وعبالك قلت لها فش عادي شان قل إيه عادي شون يعني دي ريدي ساعدت شكه بيه فتحجي تقولي أنه أنا صراحة انصدمت هنا ومعرفت شون أسوي النوبة هذا الرجال من شاف الموقف بهالشكل اجي حجاه لحجاه طاق وجهي طاق بطاق للي باعي بعد أني ما تحمل أكثر من هذا الصد مالك ومادري شنوع فشوفي أنت مطلقة وما عنديش أي أحد وأنا أريد راح تيوياتش تردين حلال تردين حرام أنا حاضر راتبش ماشي من أمو فلان ومني همينه وأنتي وشطارتش بعد ونعني أنت عايشة ماكلة شاربة ونايمة وويا جهالك همينه فطلع بالأخير البيت اللي راحت تشتغل بي لا بيت مرة بالبرلمان ولا شيء البيت مال مال هذولي الكبار بالعمور ماعرف ماعرف شون يعني وصفت لي يا يعني فتقول أنا سمعت هيشي ويا فكيك بسرعة الضوء أخذت عباتي هدوم وجهالي وطفلنا ورحت البيت أهلي وحجيت الأم قلت لها يوم هيشي وهيشي صار وأنا بعد ترى ما أرجع للبيت وإذا أنتو متردوني اللي أضايجين من عندي يقولولي أخذ جهالي وأهج بس رجع لهناك ماكوه تمام؟ قالوا يا بهذا خلاص تمام وبقي هنا أنا معززة مكرمة وهذا هو لهنانة أنتو كنتو تسمعون جانبها من القصة اللي أنا همينة كنت أسمعها وياها وهي تسولف لي فهسا إيجا دوري حتى أنا أكمل اللعبة والاستغلال من قاعد تحكي لي هالقصة وأنا قلت لكم أمسوي روحي متأثر ومتفاعل والله عليك ولا ومدره شنوه وهذا حتى أرجع أذكركم مرت الله حتى تتفاعلون على الفيديو بلايك وتعليق وشير والاشتراك بالقناة همينة فهي بدت ترتاح لي واني شنو أمطيها المجال وخليها تففل وضبلي بين فترة وفترة تعليق لا يا تشالب على هالدقة الله يساعدك هلعب بعقلها يعني لحد ما وصلنا للمرحلة اللي خليتها توقع عبد باديلي قلت لها يا حبي الأسمار شنو راييك إنو نزوجان وياتش ايا بالبداية ترددت وقالت لا واني ما حلوة وسامرة ومدره شنوه قلتها ما عليك تتزيل صورتك واني اللي يحكم مو انتي فهي والله دزلت لي صورتها وقلت لي هاك شوف هاي بالطبيعة بلا سناب بلا فلتر مدرشين حتى لا تقول المهم مختصر الهوسة هاي كليتها إنه قبلت نزوج بس المشكلة وين قلت لها ترى آني ما عندي فلوس لأنه آني هنا وقلت لكم هي خربانة خربانة فماشي بالموضوع قلت لي ولا يهمك آني عندي شنفلس وأبيع ذهباتي وفلوسي وأبيع ذهباتي والفلوس اللي عندي وانطكيها الغراض والذهب اللي باعتهن صار حسابهم تقريبا ثلاث ملايين ونص قلت لي هاك هاي مليون ونص شوفهن بيت أجرة وأففة وورا العقد وورا من الزوج انطيك الباقيات من إجيتها تقدم لأهل هاي ما قبلوا وشا غير حافي على شنو يقبلون المهم حكاية مننا حكاية مننا بتهم دقة اليتيمة وانهي شي وضعي ومطلقة وشي كلي وتقبلون العالم تتحارش بي وكذا مدري شنو وافقوا بس شنو شرطت عليهم شرط إنه حاليا نسوي عقد سيد بس لأنه علي على أساس حكم لأنه هارب من الجيش ومطلوبة بسبب الهروب من الدوام من أيام اللي شن تقود أريد أطلع من العراق المهم أهلها قبله والله بعدين اتزوجنا وقعدنا بالبيض وهنا بدأ الأكشن من صدق فورا الزواج بيومين ثلاثة مالية ثاني بعد ما هو هي هاي مشكلتي اللي راح تعرفوها هسا أنا أريد البنية إلي من أخذ البنية خلص شغلتها أميل فعفتها وقعد أضرب تليفون ويا صاحبتي جديدة جتي عليها ويا من قعد التحشي قلت اي داعت شو يا صاحبتي شو هاي تفاجأت قلت اي صاحبتي شو داعت شو يا صاحبتي شو شكو شو تفاجأتي شتردين هسا انتي فيا قامت تلاسني قامت تلاسني قامت قاني بشيش مال كباب دق دق قلت ها الدق دق كانت لابسة دلع وقصير على ابو عروسة يعني وين يوجعك أخ قلبي دق استلمتها اكس مربع زورة قلت ها تزورك جسمها مورم نوبا لابسة دلع كلها قصير من نانة وبشيش الكباب استمرأت وياها على هالحالة كل يومين والثالثة قمت طب طبها ضوجة مخنوق هالحاج يبلش كورونا وصار الحجر همينة لان يقدر اطلع لا هي تقدر تطلع تروح البيت هالها خليتها تعيش ويا يبسجن طيب جيب اضرب جيب اضرب وقتل مستلمها الطب طب وضرب قلت شو باعليش تراني قبلتش متزوج خمسة ومطلقين فالشغلها مطاق طاق جوان عالي مزين منا نفك الحظر منا نهي طفرات راحة البيت هالها تشكيلهم على الوضع منا انتظرت يوم ان رحت لهم دقة لهم اليتيمة الله يخليكم انا احبها والله العظيم ما اقدر بلاياها انا اعتذر انا اسف بعد ما سامحوها بعد ما اسويها سامحوني وضعي هيتي هيتي الشغل ماكو كورونا الاخري دقة لهم اليتيمة مش لوم ما كان قولوا صالحوني ورجعنا للبيت احنا رجعنا للبيت باب الطرمة طب استلمتها تشلالي قد افرات بيت الكلب تشتكين الاهلك علي تردين تفضحيني قدام العالم طب طيب زورقتها هاي السلفة شنوه اللي نسيت اقول لكم اياها انه انا ورا ما اضربها ابدأ حس ان انا اتندمت اضوج وانقهر اروح اعتذر من عدها من كل عقلي يعني والله العظيم اروح عليها انا اسف حبيبتي والله انا مو قصدي واني ترى ورا ما اضربتش قلبي يقوم يوجعني وبيني وبين نفسي يقوم ابشي داغني براسها اهم بترى ايها الله ادتعالي امشي خلي اصالحي امشي خلي اروحي اطلعي اش رحنا للسوق واشتريت لها عصير بباش نوي تشرب العصير ووجيها ومورم شفته الكبراته شايفين عاي مرات تلزم القصبة اي تشي ووجيها ومورم شفته الكبراته لا تكدر تشرب العصير بالموان ظليت على حال حاله وياها ما هو آل مخبض جايدة اغني عليها اضربها او قتلها اتندم اعتذر اصالحها وتوسل بيها وقالينا عليها المنوال هذا لحد ما مره من المرات طفرت من البيت للشارع ولمت عليها الناس والجوارين تعيضوا الصح راح احرقوا روحي ذا ما تخلصوني من عنده النوبة العالم التموا عليها وقاموا يضربون بيها راح اطفرت البيت اهله ومنها كعلقت بتجدد وياهلها وانكتلت منها اخوتها همينها بس الله وكلكم اذيتها اذية لعبت بيها طوبة ولعباسة بفضل ما احد يسويها باحد وهسه شنو اهلها اخذوها وماشينوا بمعاملة تفريق وطلاق واني قاعدة دولي على صيدة جديدة شوفوا بوعوا انا هاي القصة وصلتني من اللبنية صاحبة القصة نفسها مو من زوجها ولا من طريقها ولا من هذا المخبل بس لانه كنت حاير شلون اصيغلكم معنى القصة بحيث تفهموه وتركزون بالشي اللي اريد اوصللكم اياه بدل ما تقعدون تلتهولي هاي شنو اشو انت تحكي بصيغة ابنية اشو انت تقول انتي وانتي بس بنفس الوقت تخيلت الحجي هذا اللي قلتلكم اياه اللي ابنية حجتلي اياه انه شنو كان طليقها وهذا الولد كان يسوي بيها فتخيلت انه هاي الشخصية اللي ده تحكي هو هذا طليقها بهال اسلوب كان يتخيل الموضوع وهي شي كان يضحك عليها وهي شي كان يضربها ويأذيها فصورتلكم اياه بصيغة المريض النفسي الضحكات اللي شنت اضحكها والاستهزاء من اقول لكم انه ضربتها وهي اضحك بهالشكل هاي انا شنت متقصد اسويها لانه في نظري هذا الولد كان مريض نفسيا وهذا اللي ردت انه اوصللكم اياه لانه لو ما مريض فما رح يسوي هاي الفقرة نهائيا المجتمع والبيئة والعائلة والتنمر فالتنمر والتخلف شي سوي بالبني ادم هذا اذى البنية دمرها دمر بتجربتين تعبانة وراح يستمر هذا الموضوع خلوا في بالكم البنية هاي تجرأت وحجت بشوفوا كم واحد وكم وحدة تعاني بمجتمعنا من التنمر وما يقدرون يحجون ولا يقولون وشقد هذا الموضوع يأثر عليهم فبطلوا تنمر وعوف العالم بحالها هذه كانت قصة اليوم وكان يواكم علي البزاز لا تنسون اللايك والشير والاشتراك والتعليق الحلو ونشوفكم قصة جيدة وفي اعوان الله